احنا صباح لكم مشاهدي برنامج صباح الخير يا عراق حلقة جديدة من تونس وفيها سنتعرف على شكل مصرحي جديد ابتدعه المخرج والاكاديمي العراقي حسين علي هارف من خلال عرض قلب الدمية والذي يعرض لأول مرة للجمهور التونسي من خلال الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس تابعونا لتعرف التفاصيل بروح إنسانية عميقة ورؤية فنية عربية خرج للنور أول تعاون مصرحي بين نقابتي الفنانين السوريين والعراقيين عبر عرض قلب الدمية والذي قلب موازين أبو الفنون بإنتاج شكل مصرحي جديد أسماه حسين علي هارف مخرج العمل ومؤلفه المونو دمى أجرأ سميه محاولة في التجريب كل الفنون تحتمل التجريب في السينما والإنميشن في المسرح أنا مختص في المونو دراما يعني معروف في بلدي وعلى المستوى العربي تخصصي مونو دراما وأيضا أعمل كثير من العمل في مسرح الطفل والدمى في هذه التجربة أريد أن أجرب كيف يمكن أن أقدم مونو دراما بشخصية هي ليست رجل أو ليست مرابي وأيضا بفرد قلب الدمية جسدت فيه الممثلة السورية إيمان عمر دولة دمية مريونات تدب فيها الحياة فجأة وينبط قلبها الذي كان مغرما بمحركها مشاعر جياشة تعتريها وفرح يغمرها لكن سعادتها سرعان ما تنقلب لتبدأ رحلة من الألم والأوجاع والأحزان وخيبات الأمل بعد أن علمت بزواج محركها ما جعلها تقرر العودة إلى عالمها الأول دون قلب ودون مشاعر فتنتحر العمل هو يعني بيحكي عن حالة الحب عن قلبنا اللي اللي مات من كتر الحروب اللي حوالينا القلوب الناس اللي صدت من كتر الشي اللي تعبى جواتها من حقد وكراهية عم يحكي كمان عن حالة الدمى اللي بتكون أحيانا هي جامدة بس بنفس الوقت ممكن تتحرك وتعطينا حياة بعد أوروض ناجحة في كل من بغداد ودمشق والجزائر وغيرها حتى عرض قلب الدم يرحاله في تونس وتحديدا بالدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس والتي تنتظم هذا العام تحت شعار ماريونات فن وحياة بمشاركة مئة فنان من تسعة عشر دولة سيقدمون خمسة وخمسين عرضا عرائسيا أيام قرطاج لفنون العرائس الدورة الخامسة هو تكريم لروح فقيد العرائس لسعد المهواشي مشاركة فيه عديد الدول العربية والدولية من بين الدول العربية نجد دولة العراق في شراكة مع اتحاد الممثلين السوريين أعلاوة على العروض المصرحية تقدم الدورة الخامسة من أيام قرطاج لفنون العرائس ندوات وورشات وسوق للدمى ومسابقات للأطفال ولم تنس الدورة أطفال فلسطين إذ اختارت الهيئة المديرة أن تتوسط معلقة الدورة دمية على هيئة الطفل الفلسطيني شهيد يوسف انتصار شلي لصباح الخير يا عراق تونس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة